ازاي تأمن حساب الفيسبوك بتاعك تأمين تام يعني حتى لو حد عارف البسورد بتاعك لا يمكن اصلا يدخل على الحساب حتى لو دخل على حسابك وغير البسورد ودخل غير رقم التليفون ولغى اي صلاحيات لك للوصول تقدر ترجع حسابك بكل سهولة الموضوع بسيط جدا بس خلي بالك لازم تعمل الكلام ده كله وتليفونك لسه مفتوح عليه حسابك قبل ما يحصل اي حاجة في يوم الايام انت تندم عليها بعد الفيديو ده فعل الخطوات اللي اقولك عليها لان الوقاية خيروا من العلاج ومحدش يخش يسألني في التعليقات انا حسابي باز ارجعه ازاي لا الحق نفسك من دلوقتي اسا ازينك تابعني وتدوسها شاشة مرتين يلا بينا نبدأ هتبدأ تجيب الاعدادات في فيسبوك بالشكل ده وبعدين تضغط على كلمة السر والامان هيبدأ يفتح لك الصفحة دي هتدور على حاجة اسمها استخدام المصادقة الثنائية وبتبدأ تضيف رقم تليفونك اللي انت بتستخدمه تضغط على رسالة نصية وهنا بقى لما انت بتضيف رقم تليفونك مستحيل تحت اي ظرف من الظروف حتى لو انت كتبت الباسورد ده صح بتاع الحساب وانت بتخش عليه بيبعث لك رسالة برقم سري مؤقت علشان يتأكد ان انت صاحب الحساب بقى الخطوة الاحتياطية اللي لازم تعمل عشان لو لا قدر الله حسابك تسرق او ضعف اي يوم الايام هتبدأ تعمل حاجة اسمها رموز احتياطية رموز احتياطية ديت او رموز استرداد يعني انت بتستخدمها للمرة واحدة فقط لو انت فقدت ان انت تقدر توصل لحسابك زي ما انت شايف كده بتظهر لك رموز الاحتياطية دي بتاخدها سكرين او بتنقلها في اي ورقة تحسما لاي ظرف علشان لو فقدت توصل لحسابك تقدر توصله بكل سهولة